16-3 أثناء المشاهدة بالمحكمة لاحظت أثار ضرب على وجه الطفل من جهة اليمين سألت والدتي عن أسباب هذه الضربة وتجاوبتني بعدم مبالا وبنص الكلمة أنه أنا شي سوي له فأنا بهالحال أخوة ما عوف الطفل قمت عليها دعوة بالعنف الأسري ووجدت الإجابة من التقرير مع الأدلة الجنائية بالضربة ولحد الآن أنتظر موعد المحكمة بعد هذه الإجراءات أنا صارت رابط بيني عدم حضورها للمشاهدات وكثرة غياباتها بموضوع المشاهدات عرفت أنه الطفل جاء يتعرض للتعنيف قمت أتابع تفاصيل الطفل من خلال المنطقة من خلال المنطقة التي متواجد بها الطفل بحضانة أمه ببيت جدة تبين أنه الطفل ينترك بداخل الدار كونهم موظفين وطلاب وما يتواجدون أو يأخذ الطفل إلى المحل مال جدة محل مال مواد إنشائية يعني عفواً الطفل هو سنة ونص عمره سنة ونص ينترك بالبيت وحده سنة ونص سنة ونص أنت تخيل يطلعون يعوفون بالبيت وحده على ما يرجع هذا من الدوام أو ترجع خالته من الدوام أو يرجع جدة من المحل أو ترجع ببيتها من الدوام لأن كلهم كلهم عندهم ارتباطات كون عرفت أنه وحده بالبيت يعني؟ من خلال الجيران من خلال الجيران بس الناس ما تقدر تدخل يقول لك أنا بس أسولف لك أسمع الطفل يبشي مثلاً وحده بالطرمة أو وحده بالبيت هاي الأمور أنا قايم بها دعاوة ومثبتها يعني ومنتظر الإجراءات القانونية ومنتظر نتيجة التحقيق والمحاكمات على الغيابات وعلى المشاهدات وعلى العنف الأسري وعلى التعنيف مالته لأن الطفل مرات يسمعون وحده بالبيت يبشي أو بالطرمة يحبسوه على ما يرجعون يحبسوه بالطرمة يحبسوه بالطرمة يعوفوه بالطرمة بهذا الشمس هذا الحار هاي الوضعية ينترك الطفل بالطرمة زيان شون عرفت أنه معنف مرة ثانية يعني أنت اكتشفت أنه أول مرة أكو ضربات بوجهة أي بالمشاهدة بالمحكمة بس باقي الأمور عرفتها من خلال الجيران من خلال أهل المنطقة ومن كثرة الغيابات أنه هواي غيابات عندها متجيبة للطفل فشنو السبب شنو السبب والمحكمة ما تبعد عنهم غير أنتار يعني هم وحجوا لك أنه الطفل يتعرض إلى تعنيف من قبل أهل المرأة مثل من قول اي اي اكو مع أنه هذا كله أرجع وقل لك هو عمره سنة ونص وجاي يتعرض لهاي الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر